السلام عليكم شلوكم شغباركم ان شاء الله الكل تكون بخير وبصحة وبسلامة وياكم ايمان بقناة ايبي لفن الكروشة اليوم بنات وبهاي الفيديو راح نشتغل هاي البدالية الجميلة على شكل يد القطة فاترونة جدا سهل وبسيط يخلص بسرعة حتى المبتديات يقدرون يشتغلوها واني باذن الله اشتغلها بياكم خطوة بخطوة حتى تكون واضحة وبفوم للجميع الشغلات الي راح نحتاجها انا بود نشتغل هاي البدالية راح نحتاج صدارة رقم ثلاثة وبالنسبة للخيط بنات راح نحتاج خطير فقط اوكي مثلا انا اشتغلت الجسم القطة خلي نقول يد القطة على لون فيروزي هاي الازرق الجميل ولون الابيض حتى نشتغل داخل هاي القطوة اللون الابيض يعني نحتاج خطين بعد صدارة رقم ثلاثة ورح نحتاج حلقة البدالية وشوية قطن هاي كل المستلزمات البطلوبة هاي مباشرة نبتدي بشغل هاي مباشرة نبتدي بشغل واول شي بنات اجيب الخيط الازرق واسوي دائرة سحرية اوكي واقفل الدائرة السحرية بسلسلة هاي بنات بداخل هاي الدائرة السحرية راح اشتغل خبص عابوت انتو تعرفون انا دائما بالثلاثة بالعوابيض ارتفع سلسلة بجرد الارتفاع يعني مباشرة الالف في الخطأ السدارة وفي داخل السحرية اشتغل خبص عابوت اوكي هاي واحد ثلاثة ثلاثة اربعة خبصة ستة سبعة ثمارية تسعة عشرة اذا عش داعش ثلاثة اربعة عش زائد خمسة عش اشتغلت خمسة عابوت داخل الدائرة السحرية اسحب الخيط البداية شوفوا الى انتقى في الادة الدائرة تماما اوكي اجعل اول عامود شوفوا هاي بمثابة عامود مثل السنبلة لان انا ما ارتفع السلسلتين فهاي يكون اول عامود ادخل بالسنارة واسحب الخيط واسحب الخيط واسحب المزلقة ايضا بنات ارتفع السلسلة مجرد الارتفاع لكن شوفوا شونو اسحب الخيط وراها اسحب السلسلة اوكي حسن بنفس المكان اللي ارتفعت منها وراح اشتغل عامود اوكي ادخل الخيط وفي نفس المكان ايضا عامود ثاني يعني تزايد وهكذا الى نهاية السطر على كل غرزة عامود راح نشتغل غرستين تزايد اوكي حاليا ادي ثلاثين عامود اوكي اول سطر بداخل دائرة سحرية خمسطعش عامود ثاني سطر سوينة تزايدات حصلنا على ثلاثين عامود هسا ندخل الى سطر الثالث وفي سطر الثالث بنات ارتفع السلسلة شوية اسحب الخيط وارتفع السلسلة اللي في الخيط اشتغل عامود عامود واحد اوكي الغرزة اللي بعدها راح اشتغل تزايد اوودير في نفس المكان اوكي وهكذا الى نهاية السطر في غرزة نشتغل عامود فردي الغرزة اللي بعدها راح نشتغل تزايد اوودير في نفس المكان شوفوا وهكذا الى نهاية السطر كبلة بنات وصلت إلى نهاية الغرزة وحاليا نعدي 45 غرزة حشو نتجي على أول غرزة عبود نسوي بوزليقة ونرتفع السلسلة مجرد الارتفاع ألف الخطأ السدارة بنات شوفوا بكاري اللي سويت ارتفاع ما رح أحسبها غرزة اللي بعدها رح أتركها أيضا شوفوا بكاري الارتفاع لا غرزة اللي بعدها أيضا رح أتركها في غرزة الثانية شوفوا مباشرة نلف الخطأ السدارة ودخل بالفراغ أولا أطلع من واحد من حلقة زائد أطلع من حلقتين وزائد أطلع من حلقتين يعني هو نشتغل عبود لكن نطلع منها بثلاث مرات نلف الخطأ السدارة وفي نفس المكان أيضا نطلع من حلقة زائد من حلقتين زائد من حلقتين رح نشتغل أثبار عوابيد على هاي الشكل حالة نشتغلنا واحد زائد اثنين نكررها هاي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة زائد أثبار تمام؟ اشتغلنا ثمان عوابيد طلعنا منها بثلاث مرات اوكي رح نجي نترك غرزة في غرزة اللي بعدها ندخل السدارة نا ونشتغل غرزة الحشو اوكي ايضا نلف الخطأ السدارة نترك غرزة وغرزة اللي بعدها رح نكرر نفس الخطوات ثمان عوابيد رح نطلع منها بثلاث مرات هاي ثاني عابود ثالث عابود وهاي رابع عابود خمس عابود سادس عابود سابع عابود وهاي ثامن عابود اوكي بنات اشتغلنا نكرر نفس الخطوات ايضا بنات رح نجي نترك غرزة وغرزة اللي بعدها رح نشتغل غرزة الحشو اوكي تمام ايضا نلف الخطأ السدارة ونترك غرزة وفي غرزة ثانية ايضا رح نكرر نفس الخطوات هاي اول عابود هاي اثنين ثلاثة اربعة خبسة ستة سبعة اسحب الخط سبعة زائد وهاي ثمانية تمام كررتها لبره سالثة شوفوا ايضا رح نترك غرزة وغرزة اللي بعدها رح نشتغل غرزة حشو نلف الخطأ السدارة ايضا نترك غرزة والغرزة اللي بعدها رح نكرر نفس الخطوات اثمان عوابيد رح نطلع منها بثلاث مرات هاي اثنين ثلاثة اربعة اربعة خبسة ستة سبعة زائد اثمانية نترك غرزة وغرزة اللي بعدها رح نستوي بوزليقة نرتفع اساسي بجرد الارتفاع شوفوا كبلنا البدالية هاي الغلاف من الثان كي نكف القطع اوكي القطع هس اهنا بنات رح نجه نقص الخط خلاص ونسحب الخط وراح نشتغل بهاي نفس الخطوات قطعة ثانية اوكي هاي قطعة الاولى بالاتجاه الثانية رح نشتغل قطعة ثانية فاني رح اشتغل قطعة ثانية وارجل لكم كبلنا البدال قطعة ثانية نفس الخطوات واخر شي اشتغل تبنات ايضا شوفوا نترك غرزة بالثانية نشتغل والزليقة صح ونرتفع اساسي لمجرد الارتفاع اول قطعة تسوها تقصور الخيط قطعة ثانية تسوها لذي قصور الخيط على فضو بهاي الخيط هسا رح نربط هاي القطعة تشير معا معا ونبتدي نربطهم اوكي فراح ارتفع ما كان ارتفع او قطعة ثانية اوكي رح اجي مباشرة اجيب القطعة الاولى واخلي عليها وراح نحصل على اربع من هاي الحلقات اوكي نفس الخطوات من هاي الانتجاه فهسا رح اجي ننظف هاي الخيط الزائدة وفتبر اسحب الخيط كلها حتى الدائرة السحرية تنغلق تنغلق تماما ثبتت الخيط وخيط الطويل ما قصيتها لكن فقط ثبتتها رح اترك هاي الخيط لداخل الشغل هسا اجي بنات رح اثبت شوفوا يجي اخلي هاي القطعتين مقابل بعض حتى اجي اربطهم بكل سهولة بنفس الخيط بنات رح اجي اربط هاي القطعتين شوفوا اخذ الحلقة الخلفية فقط من القطعة اللي تحت ايدي وقطعة الامامية بنات اخذ الحلقة الامامية اوكي اسحب الخيط واشتغل بوزليقة اوكي حلقة الخلفية زائد القطعة بين الامام المقابلي اخذ الحلقة الامامية هكذا السبب بوزليقة قطعة الخلفية زائد حلقة الامامية الى رهاية السطر رح دجبك بود الى رهاية السطر حاليا رح دجبك الى هنا انا انا بود نثبت المدالية في نفس الوقت وصلت الى وسط القطعة هنا انا رح اثبت المدالية حلقة المدالية اوكي لكن بما انه سدارتي رقم ثلاثة فالسدارة بات ما رح تدخل بالغرزة بالحلقة المدالية شوفوا تكون جدا صعبة فهنا انا اشي سوي رح اجيب سدارة قبل ما اسوي الحشو بنات رح ادخل استدارة بات بالحلقة حلقة المدالية واسحب الخيط واسوي المدالية اوكي ورا اجي لغرزة لبعدها تكرار نفس الخطوات شوفوا رح اشتغل المدالية بهاي الحالة احنا هبنا سوي المدالية وهب ثبت المدالية رح ارجع استدارة بات وراح ارجع اشتغل من حلقات الخلفية شوفوا هاي حلقة الخلفية زائد حلقة الابوابية من القطعة اصحب الخيط واش اسوي مزليقة رح اكرر نفس الخطوات الى البنات شوفوا الى ان اوصل هذولا كلها اسوية رح اترك فراغ فتحة شوية صغيرة بفتوحة حتى اخلي بها قطن اوكي هذولا كلها رح رح اغلق اهلا البرحلة رح اخلي بها قطن شوفوا تركت شوية فراغ رح اخلي بها قطن ترجمة نانسي قنقل اشترك 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 اشتركوا في القناة قبلتها وصلت لاخر حلقة هنا بدون ما ارتفاع راح اقص الخيط انا بسافة شوية طويلة حتى فقط اخفيها داخل الشغل وبظهر الابرة بنات شوفوا هيكي وزعوا القطد داخل الشغل شوفوا شقد حلوة تقدروا هيكي تتركوها بنات لكن هسا راح تشتغل الحلقات الابيض مانتها نخيط هاي غرزة بالنفس البكار حتى بيكون بها بكار ارتفاع ودجي دخفيها شوفوا حتى بيكون بها بكار ارتفاع ودخفي هاي الخيط وثبتها داخل الشغل شوفوا شوفوا كاملت بنات شوفو نظفت الخيطة بنا. هسا راح نجيب خيط لون الابياض. جبت بنات لون الابياض. بسم الله. نسوي دائرة سحرية. تمام? وبداخل الدائرة السحرية بنات راح نشتغل ثمن نص عامود. اوكي? ثمانية غرز نص عامود. لننفل خد السنارة. نطلع الغرزة الثلاثة السنارة. شوفو. نطلع منها فت برا. هاي اول نص عامود. حزبوها. ثاني نص عامود. وهاي ثالث. رابع. خابس. سادس. سابع. ثابت. ثمانية نص عامود. اوكي? نسحب الخيط بنات. الى التقفل الدائرة تماما. ديجي على اول غرزة. على اول نص عامود. نسوي مزليقة. لكن مرح نرتفع السلسلة. مباشرة نقص الخد. نقص الخد. قبل ما نقص الخد بنات. اريد اقول لكم شي. انا راح اثبت هاي القطع على البدالية بمسادس الصمغ. يعني الشمع. البنات اللي يقولون ما عندنا مسادس الصمغ. اتركوا مكان الخيطة حتى تخيطوها. اوكي? لكن بما انه ما راح اخيطها وانما اثبتها راح اقصة من الخيط من قريب. اوكي? لان هو دزولي رسالة يقولون ايمان لازم انتي تخبرينها مثلا تخيطين القطعة او ثبتها. لان احنا مثلا اكو بعض البنات ما بتوفر عندهم مسادس الصمغ. اوكي? فاني بصيتها لان اثبتها. اذا تريدو اه ما عندكم خيطوها اتركوا خيط للخيطة. تمام بنات. كملت هاي القطعة دائرة السحرية بداخلها ثمان غرس اه نص عامود صح? راح نعمل منها اربعة. انا حالي رايش سويت واحد وراه نسوي ثلاثة اربعة. اوكي? انا اكمل ثلاثة بعد وارجع لكم. كملت بنات شوفوا ثلاثة قطعة بعد. واحد اثنين ثلاثة. اوكي? يعني المجموع نشتغل اربع اه دوائر صغار. اوكي? كملنا هاي الاربعة. هسو راح نجي نشتغل الدائرة الكبيرة اللي في الوسط. بسم الله. راح نسوي ايضا دائرة سحرية. تمام? من بعد ما نسوي دائرة سحرية بداخل هاي دائرة سحرية وراح اشتغل اشر دوسع بود. اوكي? الاف الخدعة الصدراء واشتغل. اقول هاي اول دوسع بود. وهاي ثلاثة. أربعة خمسة ستة سبعة. بلية. تسعة. اشتغلت اشر دوسع بود. اصحب الخد 누구 ان تقفل عندي دائرة تماما اجي على اول نص عبود سويتها شوفو اسحب الخيط واشتغل مزارقة ارتفع السلسلة مجرد الارتفاع الف الخيط السدارة وفي نفس المكان راح اشتغل تزايد هاي اول نص عبود وفي نفس المكان ثاني نص عبود وعلى كل غرزة راح اشتغل تزايد تمام غرزتين نص عبود في كل غرزة الى نهاية السطر شوفو كلها تزايد نص عبود الى النهاية في نهاية السطر راح نحصل على 20 غرزة نص عبود احنا سوينا تزايد راح يضاعف العدد الى 20 غرزة نص عبود وهاي اخر غرزة احسبها واحد هاي 3 4 6 6 7 8 9 10 اوكي 10 غرزة نص عبود بالتزايدات وصلت الى نهاية السطر حاليا ادي اشرير غرزة نص عبود اجي على اول غرزة اسوي بالزريقة وارتفاع السلسلة وجرد الارتفاع ورح اشتغل سطر واحد من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تنقص غرزة حشو على كل غرزة نص عبود راح اشتغل غرزة حشو الى نهاية السطر كلها حشوات ثابتة اشرير غرزة حشو غرزة جدا سهل حتى المبتدئات يقدرون يشتغلوها مو صعب ابدا وما بها اي تعقيدات شوفوا بنات وصلت لاخر غرزة اهلا اشتغل بزريقة لكن مراح ارتفاع السلسلة مباشرة راح اقص الخيط اوكي اسحب الخيط وراها بظهر الشغول باستدارة اسحب الخيط للداخل اوكي شوفوا حصلت على هاي القطعة هزا عندي قطعة كبيرة واربع قطعة صغيرة وراح اجيب مسدس الصبغ حتى نثبت هاي القطعة خليت المسدس الصبغ على الكهرباء وهزا بنات مباشرة نبتدي نثبت هاي القطعة نقص هاي الخيط الطويلة وراح نجي نثبتها بالتذبيت يكون اسهل واسرع دير بالكم على ايدكم مباشرة بنات راح نجي نشوف هاي الفراغات الدوائر راح نثبت هاي القطعة الصغيرة على هايش ايضا دي كررها ايضا لكلها هاي؟ هاي؟ اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة